مرحبا لكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة الموبايل اللي هنتكلم عنه النهاردة واوي واي سيفن ايه قبل ما نبدأ الفيديو لايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة فعل زر الجارس فاشتشوف كل جديد انا بنزله عشان نبدأ المراجعة بتاعتها مراجعة موبايل واوي الجديد واوي واي سيفن ايه نبدأ بالتصميم خامات الموبايل من البلاستيك الفريم من البلاستيك ووزن الموبايل 206 جرام وفي منه 3 الوان لون الاخضر واللون الفضي واللون الاسود ظهر الموبايل موجود فيه مربع الكاميرات الخلفية انا هيطى الظهر اللوجو بتاع واوي الخامات البلاستيكية طبيعية جدا بالسعر ده ومنسبة جدا للفاقة الموبايل السعرية تصميم الموبايل شيء جدا ومحترم وفعلا شبه الهواتف الرائدة اللي بتقدمها هواوي في الفلاكشب بتاعتهم تصميم محترم جدا يمكن ده هيكون افضل تصميم في الفاقة السعرية اللي نازل فيها الموبايل وزن كبير وتقيل يعني صعب تستخدمه بايد واحدة خلاصة جزئية التصميم ووزن تقيل خامات ممتازة تصميم ممتاز بالنسبة للشاشة الشاشة بحجم 6 و 7 من 10 بوصة من نوع اي ب اس بدقة فول اتش دي بلاس الشاشة كاملة فيه احصق بصغير في منتصف الشاشة موجود فيه الكاميرا الامامية لكاميرا السيلفي الحواف بتاعت الشاشة قليلة جدا ومنادمة اقل الحواف في الفاقة السعرية دي الالوان بتاعت الشاشة مصبوطة جدا ومشبعة والوان محترمة جدا السطوع بتاعت الشاشة ممتاز وعالي جدا حتى تحت اشعة الشمس هتلاقي السطوع عالي جدا دقة الشاشة الفول اتش دي في الفاقة السعرية دي تعتبر نقطة مميزة لان مش كل المنافسين بقدموا شاشات فول اتش دي وكمان الشاشة حجمها كبير وحتبقى ممتازة جدا في الفرجة على الفيديوهات او لو انت بتلعب جيمك او اي حاجة زي كده تجربة الشاشة هتلاقيها ممتازة جدا ومعاك خلاصة جزئية الشاشة شاشة ممتازة جدا بحواف قليلة بسطوع ممتاز بدقة ممتازة الاداء المعالج الموجود في واوي واي سيفين اي كيرون 710 مع اندرويد 10 128 جيجابات زاكرة داخلية مع 4 جيجابايت رام باب جي هتلعب على اي اتش دي كل فيديو تحتابع على فيرهاي فيرهاي اي لعبة تقيلة هنا هتلعب على اعدادات متوسطة اداء الموبايل في المهمة الليومية بتاعتك المكالمات الفيديوهات تصوير سوشال ميديا اللعاب اي حاجة هتعمل في المهمة الليومية بتاعتك هتلاقي الاداء معاك حلو ومقبول ما فيش فيه اي مشكلة مش هتلاقي تعطيع ولا لاج ولا تهنيج ولا اي حاجة تقفلك من الموبايل والمعالج ده هو المتعارف عليه في الفئة السعرية دي ما فيش فيه اي مشكلة الموبايل السخنية بتاعته قليلة يعني واو ممتازة جدا في نقطة السخنية موبايلاتها مش بتسخن قوي كمان الموبايل فيه بصمة مدمجة على الزر بارو اداءها سرعي جدا الفيس ان لوك مدمج مع الكاميرا السيلفي اداء برضه سرعي جدا عامل امان ممتازة جدا خلاصة جزئية الاداء اداء مقبول في فئة السعرية دي عامل امان سريعة سخنية قليلة كاميرات اربع كاميرات خلفية موجودين في ظهر الموبايل الاولى 48 ميجي بيكسل الاساسية التانية 8 ميجي بيكسل تصوير واسع التالتة 2 ميجي بيكسل مكرو الربعة 2 ميجي بيكسل عازل الكاميرا الامامية الكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجي بيكسل اداء الكاميرا الخلفية الرئاسية في النهار تفاصيل حلوة جدا ومحترمة وتفاصيل ووضحة الالوان مشبعة وجميلة جدا مش هتدايقك في اي حاجة ومش هتقصر معك في اي حاجة أداء الكاميرا الخلفية الرئيسية في التصوير الليلي نايت مود ممتاز بيقدمك تجربة تصوير في الإضاءة الضعيفة تعتبر أفضل تجربة تصوير في الإضاءة الضعيفة في السعرية المتوجد فيها الموبايل أداء الكاميرا السيلفي في النهار تفاصيل متوسطة والألوان متوسطة أداء الكاميرا السيلفي في التصوير الليلي برضو مش أفضل حاجة في الفئة السعرية دي ولو أصف كاميرات موبايل واوي جديد واوي واي سيفين اي الكاميرا الخلفية مقبولة جدا وحلوة جدا بالنسبة لفعة الموبايل السعرية الكاميرا الامامية مقبولة السماعة الخارجية صوتها متوسط مش اعلى حاجة في الفعة السعرية دي خالص سماعت المكالمات صوتها عالي جدا سماعت الازن صوتهم عالي جدا مفيش فيهم اي مشكلة بالنسبة لبطارية بطارية الموبايل بحجم 5000 ميلي امبير هكذا كافيك حوالي 10 ساعات سكرون انت شاشة مفتوحة يعني يوم كامل لو استخدامك الشاحن اللي جاي مع الموبايل 22.5 وات هشحنك البطارية بالكامل في ساعة ونص بس وده اثر على الشاحن في الفعة السعرية المتواجد فيها الموبايل بدون منافس يعني بطارية كبيرة وشاحن سريع شبكة المكالمات قوية جدا كعادة موبايلات واوي شبكتها قوية جدا شبكات الوفاية حلوة جدا ومحترمة جدا حتى المادة البعيد بطلقت معاك الشبكات البعيدة واوي مميزة جدا في نقطة الشبكات الموبايل 3000 جنيه للنسخة الوحيدة الموجودة منه 128 جيجا بيت زاكرة داخلية مع 4 جيجا بيت رام الخلاصة رأي الشخص في موبايل واوي جديد واوي واي سيفين ايه الموبايل بيقدم لك تصميم راقي جدا ومحترم جدا افضل تصميم في الفئة السعرية بتاعته بيقدم لك شاشة كبيرة بسطوع عالي بدقة محترمة برضو افضل شاشة في الفئة السعرية بتاعته بيقدم لك اداء مقبول جدا وحلو جدا بيقدم لك كاميرات مش افضل كاميرات في الفئة السعرية دي ولكن من ضمن افضل الكاميرات اللي في الفئة السعرية دي بيقدم لك بطارية كبيرة جدا مع اسرع شاحن في فئة السعرية بيقدم لك شبكات قوية جدا وعوامل امان سريعة الموبايل بيقدم لك قيمة مقابل سعر وبيقدم لك باكت متكامل بسعره الصراحة وجهة نظري ده افضل موبايل في الفئة السعرية المتواجد فيها وصلنا بقى لنهاية الفيديو لايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة فعل زر الجرس لتشوف كل جديد انا بنزله تبعنا في سبوك انستجرام هطلق رابط كلها موجود في صنوات تحت الفيديو كلا عادة كان معكم سيد ابو زيد اللقاء في فيديو جديد بازن الله